أسعد الله أوقاتكم انتخابات ولاية ميكلنبورغ فور بومارن مثلت نجاحاً كبيراً لحزب البديل من أجل ألمانيا وهزيمة كارثية لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الكثيرون يحملون المستشارة الألمانية وسياستها إزاء اللجوء المسؤولية عن هذه الهزيمة ففي انتخابات برلمان الولاية يوم الأحد الماضي حل حزب ميكل في المركز الثالث وللمرة الأولى خلف حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي إذ حصل هذا الحزب على أكثر من 20% من الأصوات وذلك بتركيزه على موضوع واحد دون سواه وهو الانتقاد الشديد لسياسة اللجوء التي تنتهجها المستشارة لكن ميكل لا تزال تدافع عن مقولتها الشهيرة سننجح في إنجاز المهمة فهل ستصبح المستشارة عبءا على حزبها؟ موضوع حلقة هذا الأسبوع من كوادريغا بعد هزيمة حزبها الكاريتية في الانتخابات ما مدى عزلة ميكل؟ وهذا الموضوع أناقشه مع ضيوفنا الكرام وهم السادة أكتم سليمان الصحفي والمحلل السياسي أهلا بك وأرحب أيضا بالأستاذة ريني أبو العلاء الخبيرة في الشؤون الإجتماعية كما أرحب بالأستاذ نبيل يعقوب الناشط في مجال حقوق الإنسان أكتم سليمان إن شئت توصيف الوضع السياسي لميركل حالياً ماذا ستقول؟ مهزوزة بعض الشيء لكنها بالتأكيد ليست على وشك السقوط بسبب ما حدث مهزوزة لأن طبعاً أن يأتي حزب يشارك في انتخابات للمرة الأولى في هذه الولاية فيحتل المركز الثاني على حساب حزبها الديمقراطي المسيحي فهذه هزة إن لم نقل لك ما أن تكون هذه الولاية هي ولاية أنجلة ميركل التي تترشه عنها لمقعدها البرلماني المستشارة في ألمانيا أيضاً هي نائبة في البرلمان فهذه هزة وهذه صدمة لكن نقل العملية الآن نقل اللعبة نقل السيناريو على المستوى الاتحادي العام للقول إن عاهد ميركل قد انتهى هذا يكون فيه بعض المبالغة وإن كان هناك مؤشرات طبعاً على تغيرات سياسية لكن السقوط ما زال بعيداً ويحتاج إلى لكمات إضافية إذا جازت تعبير طيب كثيرون يرددون مقولة ميركل الشهيرة وهي نعم سننجح في هذه المهمة البعض يرددها بنوع من السخرية أيضاً بعد مرور عام على وصول موجة كبيرة من اللاجئين إلى ألمانيا مرة واحدة هل أخطأت ميركل في توصيف الوضع وفي إشاعتها حالة من التفاؤل والترويج لقدرة الحكومة الألمانية على مواجهة هذا التحدي فاعتقادي أن وصف الوضع كما أتى في وسائل الأعلام وعبر تصريحات زعماء الأحزاب أحمل أمراً كان من الحتمية أن يذكر لم يكن أمام السيدة ميركل أي حل آخر سوى فتح الأبواب واستقبال هؤلاء اللاجئين لم يكن هذا ممكن أن تستخدم ألمانيا القوة كما حدث في المجر وفي غيرها لمنع اللاجئين وإبقاءهم أسابيع تحت الأمطار في مناطق مهجورة أو مناطق الحدود لم يكن هذا ممكن بالنسبة لألمانيا التي تسعى لأن يكون لها دوراً عالمياً ونفوذاً مهماً أيضاً ودخول مجلس الأمن وإلى آخره من هذه الإجراءات وعندما قالت سننجز هذه المهمة أي إيواء اللاجئين كانوا فعلاً على الأراضي الألمانية كانت هناك مئات الألاف من الناس على الأراضي الألمانية إذن لم يكن هناك حل ولو كان هناك حزب آخر لم استطاع أن يفعل شيئاً مختلفاً إن لم يريد أن تستسبب كارثة سياسية لسمعة ألمانيا هذا شيء ولكن الشيء الآخر هو التناقض الذي يبدو أمام الناس وأباب المجتمع العالمي من ناحية تقدم تكنولوجي واقتصادي وعلمي هائل في ألمانيا ومن ناحية أخرى تبقى أجزاء هامة من جماهير الشعب في أسر الأفكار القديمة العزلة والتفكير القومي والأنانية القومية وعدم مساعدة الآخرين فقط تلقي الأرباح من التجارة الخارجية مع دول العالم طيب هل تدفع هذه الحسابات الانتخابية السياسيين في ألمانيا وعلى رأسهم ميركل التي تريد وحزبها على وجه التحديد الاستمرار في حكم البلاد هل تدفعهم هذه الحسابات الانتخابية إلى تغليب البراجمات السياسي على الإنسان هذا البراجمات السياسي إن فهمت حضرتك بشكل صحيح يعني أن تستخدم الأحزاب التي تنص برامجها على أنها أحزاب ديمقراطية نفس الحجج التي تستخدمها القوى الشعبوية القوى الشعبوية التي هي حتى الآن مجموعات صغيرة لكنها قادرة بسرعة فائقة على تجميع عدد هائل من الأصوات خلفها بسبب في الحقيقة احتجاج اجتماعي بسبب عدم الرضا عن السياسات التي تطبقها الحكومات الألمانية وليس من الصدفة أن ميكلنبورغ فوربومن هي مقاطعة الألمانية ذات الأعداد الأكبر من حيث العاطلين عن العمل ذات الأعداد الأكبر من حيث الذين هاجروا مدنهم من حيث المصانع والمؤسسات الانتاجية الكبرى التي أغلقت بعد الوحدة الألمانية لم تتعامل الأحزاب الحاكمة بصراحة وبوضوح مع هذا الشعب هذا شيء مهم جدا أن يقال وأعتقد الآن هناك بداية لتفكير فيه نقضي ذاتي من طرف بعض الأحزاب طيب هل تغير شيء بالنسبة للاجئين في خضم هذا الجدل السياسي أستاذ ريني أنا لا أعتقد حتى الآن والوقت مازال قصيرا جدا لكن أريد أن أقول أن التغيير في سياسة ميركل بدأ حتى قبل انتخابات الولايات الثلاث في الغرب حيث دخل الحزب البديل إلى البرلمانات المعلية وقتها وهذا التغيير هو داخل الحزب الديمقراطي نفسه الحزب البديل استغل قضية اللاجئين ولكن ليس هو السبب في التغيير داخل الحزب الديمقراطي المسيحي الحاكم وسياسة ميركل حسب رأيي الأحزاب التقليدية وخاصة الحزبين الكبيرين الحاكمين لم يتعاملوا مع الاتجاهات في الرأي العام ومطالب الشعب بالأسلوب الذي يوصل إليهم فعلا أهداف بعيدة المدى وحلول آنية للمشاكل يعني لا يمكن أن نفصل بين الحلول الآنية للمشاكل وهي السبب في ذهاب الكثيرين إلى الحزب البديل أو أي حزب شعبوي آخر ظهر في فترات مختلفة في ألمانيا وبين بعض الرؤية المطلوب من الأحزاب الكبيرة الحاكمة وهذا ما نفتقده وهذا ما دعت إليه أيضا ميركل خلال كلمتها الأربعاء أمام البوندستاق حين قالت نحتاج إلى استعادة ثقة الناخب وهذا لن يتأتى إلا بتكاتف وبوضع خطة واستراتيجية شاملة تدعمها جميع الأحزاب هل يمكن لذلك أن يسحب البساط من تحت هذا الحزب؟ أنا أعتقد أن البساط يمكن جدا أن يسحب من تحت أقدام هذا الحزب أو غيره لأنه كحزب شعبوي ليس له برامج تقدم حلولا لمشاكل الشعب الذي ذهب إليه من أجلها هو ذهب لأنه رافض ولأنه شعر بأن مشاكله لم تحل من الأحزاب الحاكمة فلما عندما لا يجد أي بديل يصبح الحزب البديل غير بديل عن الأحزاب في الواقع ولكن أنا ما أقصده هو داخل كل حزب من الحزبين الكبيرين يجب أن يكون هناك وضوح رؤية وبرنامج آني مرحلي وطويل المدى ليس بالضرورة تعاون الأحزاب أنا لا أرى هذا هي أحزاب تنطلق من خلفيات ثقافية وسياسية ومبدئية مختلفة عن بعضها حتى لو تآلفت في فترات الحكم وبالتالي نحن أمام انتخابات اتحادية بعد عام فلا يمكن أن يتخلى كل حزب عن مبادئه الأساسية ويقدم الآن حلولا مشتركة وإنما يمكن أن يقدم اتلافا بعد أن يحدد لنفسه منطلقا من مبادئه الخاصة الرؤية البعيدة المدى والحلول الآنية هذا ما يجب أن يكون لكن الكائن الآن أكتم هو ذلك الانقسام الذي شهدناه داخل الحزب المستشارة الحزب المسيحي الديموقراطي وأيضا بين هذا الحزب والأخر رديف لها وهو الحزب المسيحي الاجتماعي أسرد بعض النقاط التي وردت في ورقة قدمها الخميس الأمير العام للحزب المسيحي الاجتماعي وخصم ميركل فيما يتعلق بسياسة اللجوء يطالب بحضر البرقع والنقاب ومنع الحجاب أيضا في المؤسسات التعليمية والقضائية عدم منح المواطنين للأتراك تسهيلات في التأشيرات إلغاء الجنسية المزدوجة وضع قوانين لتقلص أداد المهاجرين واللاجئين تحديد سقف أعلى في 200 ألف مهاجر ولاجئ في العام إلى ألمانيا هل هو استجابة للشارع للناخب الألماني أم هو تراجع أمام ذلك أو خطوة لاستيعاب التقدم الذي حققه حزب البديل؟ بالنسبة للحزب المسيحي الاجتماعي طالب بأشياء شبيهة منذ البداية والحزب المسيحي الاجتماعي منذ مجيء اللاجئين الأوائل كان مصرا على ضرورة اتخاذ سياسات أكثر حزما أكثر وعيا أكثر قدرة على الإدارة فيما يتعلق بهذا الملف بهذا المعنى لا أعتقد أنه ردة فاعل فقط على الانتخابات الأخيرة إنما بغض نظر عن كون ذلك ردة فاعل أو غير ردة فاعل أحمد هل هذه هي النقاط التي تشغل المواطن الألماني؟ يعني بغض النظر عن النقاب أيدناها أم عارضناه؟ هل هي القضية المحركة للمجتمع الألماني؟ أم أنها قضية رمزية تقف لتخفي خلفها قضايا أخرى؟ والآن دعنا ننقل الموضوع من النقاب والجنسية المزدوجة إلى اللاجئين هل اللاجئون هم مشكلة المجتمع الألماني؟ أم أنهم يرمزون إلى مشكلة أكبر؟ أشار إليها أعتقد الأخ نبيل في البداية هناك أزمة ثقة هناك أزمة بنيوية في النظام السياسي الديمقراطي الحالي بشكله التمثيلي هناك لا ثقة لدى أوساط الأوساط البسيطة على الأقل في هذا الشعب وفي شعوب كثيرة في الغرب بحكوماتها، بشركاتها الكبرى، بوسائل إعلامها بكل ما هو نخبوي في هذه المجتمعات فتأتي قطرة وتدفع فيسيل ما في الإناء وليس القطرة هي سبب مشكلة اللاجئون لم يتسببوا في مشكلة في ألمانيا لكنهم كشفوا عن عمق اللاثقة والشك بين الحكومة والشعب ونتائج الانتخابات أحد الأمثلة على ذلك اللاجئون لم يفلسوا ألمانيا لكنهم أشاروا إلى سوء الإدارة الاقتصادية في ألمانيا لكن هذا بالضبط ما لربما تنبهت إليه ميركل في خطابها الأربعاء أمام البوندستاج حين عرضت مجموعة من الأرقام البطالة في أدنى مستوياتها هناك تحسين في شروط التقاعد في ظروف التقاعد وما إلى ذلك هناك زيادات في التعودة التقاعدية هناك فرص للعمل بشكل كبير ما الذي يريده المواطن؟ ما هي هموم المواطن الأرمان؟ هذا يريد هذا الشعب يا أخي حكومة عظيمة مستشارة عظيمة بالروح بالدم نفديك يا ميركل ماذا تريدون يا أخي؟ لماذا أنتم هكذا؟ مصيبة هذه هي المصيبة ميركل ليست مصرة على الدخول في الجدار بل هي مصرة على الخروج من الجانب الآخر وتحطيم هذا الجدار بعد كل هذا نعد على مسامع هذا المواطن القلق الخائف بسبب بدون سبب في علم النفس الخوف خوف سواء كان مشروع أو من غير مشروع هذا المواطن نحن كنظام ديمقراطي أعلننا أن كل مواطن له صوت سواء كان خائفاً أم مطمئناً ذكياً أم غبياً وطنياً أم لا أدري ماذا هذا المواطن له صوت هذا أساس النظام الديمقراطي نأتي الآن لنقول ماذا تريد أيها المواطن؟ هناك عمل وهناك سأقول لك ما هو فعلاً موجود ويعيشه المواطن كل يوم يتم التغطي على العطالة في ألمانيا من خلال أعمال بخسة الأجر فيكون يعمل ويأخذ مساعدات اجتماعية لكن يدخلونه في إحصائيات العمل فيقال ما شاء الله الكل يعمل كأنظمة بالمناسبة هناك في ألمانيا نوع من العمل يسمونه العمل بشركات التأجير لفترات قصيرة أي أنه يعمل أسبوعين في هذا المصنع وثلاثة أسابيع في تلك المزرعة وشهرين ربما في أعياد عيد الميلاد في آخر العام وقد اقتربت فيقال إنه عامل وليس عاطل عن العمل اسأل هذا المواطن انظر إلى أي مواطن ألماني انظر لنفسك أنت يا أحمد وكل جالسين هنا هل واحد فينا مطمئن على تقاعده؟ اذهب إلى هيئة التقاعد واسألهم كيف سيكون تقاعدي؟ سيقولون لك منذ الآن تجوز عليك الصدقة إذا استمرأت في ما أنت عليه هذه المخاوف الحقيقية للمواطن ألماني ولا يكفي أن تربح الشركات مليارات وأن يزداد النمو الاقتصادي خمسة وعشرة في المائة هناك دول الاقتصادية كان النمو الاقتصادي أعلى ما يمكن فيها من تونس إلى غير تونس وشهدت أول اضطرابات اجتماعية لا تقاس الأمور بالإحصائيات الاقتصادية وإنما بحياة الإنسان الفرد الحقيقي والحقيقية سامحك الله بداية أخفتني على مستقبل التقاعد لكن هناك إشكالية أستاذ نبيل الآن الوقت يداهم ميركل وحزبها المسيحي الديموقراطي هناك انتخابات مقبلة على أحد المقبل هنا في برلين إلى أي حد يمكن أن تحدد هذه الانتخابات المقبلة المستقبل السياسي لأنجلا ميركل أنا لا أعتقد أنه النظام السياسي في ألمانيا ككل معرض للخطر يعني من الممكن أن تتغير أسماء الحزاب الموجودة في المقدمة في النتائج الانتخابات ولكن هذا الوضع لن يحدث تغييرا جذريا في الوضع الموجود الأستاذ أقدم تحليل توصيف دقيق جدا للحالة الموجودة الإشكالية التي أرى هي الآتي أن ما نكثر من مديحه أو يكثر إعلام مديحه ويكثر الحكام من مدح أنفسهم فيه هو النظام الديموقراطي ولكن هذه الديموقراطية تبين أنها قابلة للابتزاز قابلة لابتزاز بمعنى أنه منذ أن قامت جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ أن عشنا تجربة الوحدة الألمانية أجد أن كلما جاءت حملة انتخابات كلما صعدت ورقة الأجانب استخدام ورقة الأجانب متخصصون في هذا الشيء كان حزب الـ CSU اللي هو حزب الاجتماع المسيحي في بافاريا ثم مجموعات أخرى أحزاب شعبوية كثيرة الهجوم على الأجانب يضمن لك كم مهم نسبة مهمة من الأصوات رغم أن الأجانب وهذا شيء تنشره مجلة ليست يسارية هي مجلة اسمها داس كابيتال رأس المال تنشر بحثا في غاية الأهمية البحث قام به المعهد المركزي للعمل مؤسسة حكومية ألمانية يبين كم مليار في السنة يزيد دخل قومي في العام في ألمانيا نتيجة عمل الأجانب بغض النظر عن المساعدات التي يتلقى الذين يتسلمون معنا اجتماعية والآخر هذا شيء الشيء الثاني هناك حقائق لا تذكر وهذا شيء غريب للغاية المعاهد التي تبحث في قضية السكان الديموغرافيا المعاهد دي تنشر باستمرار وبشكل دوري إحصائيات عن الانكماش السكاني في ألمانيا وخطورته على مستقبل ألمانيا ووضعها في النظام الاقتصادي العالمي تجمع هذه المعاهد على أن ألمانيا تحتاج حتى عام 2030 إلى 6 إلى 7 ملايين عامل أو مواطن أو مشتغل من الشباب جاءوكم مجانة الآن في مسألة لكن أليست الإشكالية هنا في الأصول الثقافية والدينية لهؤلاء الشباب هناك من يقول بأن الإسلاموفوبيا يتم تضخيمها هنا في ألمانيا وبالتالي يتم توظيفها لتخويف الناس من أن هؤلاء قادموا من تقافة لا يمكن أن تندمج في هذا المجتمع وبالتالي تعززت هذه المخاوف بعد الاعتداءات التي وقعت في جنوب ألمانيا لذلك ربط بهذا الخوف الذي تتحدث عنه فأعتقادي هذه المقولة أن المسلمين غير صالحين للحياة في أوروبا هي مقولة عنصرية بالأساس يروجها حزب البديل هناك 3 إلى 4 مليون ترك مسلمين يعيشون في ألمانيا وهم جزء من النظام الاقتماعي والاقتصادي في هذا البلد ماذا حدث؟ لم يؤسلموا ألمانيا ولا 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 هذا الشيء لا علاقة بالدين بالهوية الحقيقية الإنسان لأن الهوية هي مصطلح يجمع توصفات كثيرة لم يؤثر هذا على انتاجية العمل لم يؤثر على تطور العلم والفنون لم يؤثر على الحياة السياسية لم يؤثر على أنه أنشأ شيء فاشيستي هذا الشيء لم يحدث بالمناسبة هذا أيضا انتهاك بعض الألمان مثل حزب البديل وغيره ينتهكون الدستور الألماني الذي ينص على حرية ممارسة الدين أن تمارس دين أو لا تمارس هذا شأنك الخاص هذه أشياء متخلفة للغاية ولكن كمان علينا أن نذكر هذا ولو في صدر هذه ظاهرة عامة الآن في كل ما يسمى أوروبا وهو المقصود أوروبا الغربية هناك تغيرات حقيقية في اتجاه نمو لا أدري إذا كان هذا صحيحا الإيديولوجية القومجية على الأقل إيديولوجية معادلة معادية البشر إيديولوجية مستوردة من الفكر الكولونيالي السابق لابد الحكومات التي تريد أن تظل مساهمة في مسألة بناء الديمقراطية في العالم أن تدقق في الوضع وأن تكافح هذه الظواهر لأن هذا في النهاية هام جدا للإفاظة على السلام العالم هناك من ينتقد الائتلاف الحاكم هنا في ألمانيا بالقول أنه فشل في بلورة استراتيجية لتسريع اندماج اللاجئين الذين وصلوا مرة واحدة إلى ألمانيا هل هذا صحيح؟ هناك برامج يمكن الاعتماد عليها ويمكن لللاجئ أن ينفد من خلالها إلى سوق العمل إلى المجتمع وما إلى ذلك بالطبع لا يمكن الحديث بصورة عامة لأن اللاجئين أيضا هم بشر هم إنسان قدراتهم مختلفة المنطقة التي يتوجدون فيها قدرات الاستيعاب عندها مختلفة لكن بصورة عامة يمكن القول أن البرامج التي وضعت خلال العام الماضي هي أكبر بكثير مرات كثيرة مما كان في السابق مما يعني أنهم حاولوا تقديم برامج لاستيعاب اللاجئين نجح الكثير منها والآخر ما زال يحتاج إلى العمل حتى ينجح المهم هنا هو إذا عدنا إلى قضية الانتخابات نلاحظ أنه في الانتخابات المقاطعة التي حصلت فيها الانتخابات الآنية المقاطعة التي فيها أقل عدد من الأجانب بصورة عامة ومن اللاجئين بصورة خاصة يعني الخوف هو عادة خوف من المجهول من الذي لا أعرفه بينما الأماكن التي وصل إليها اللاجئون استقبلتهم عرفتهم عاشت معهم وعاشت مشاكلهم أيضا وعانت من مشاكلهم أيضا ووجدوا الحل مع بعض في المناطق التي لم يصل إليها اللاجئون لم يحدث هذا الشيء واستطاع الشعبويون تصوير الخوف بشكل أدى إلى كسبهم وهذا ما حدث فعلا أنا لا أرى أي خطر قد يحدث تقييد قد يحدث تقليل قد يحدث تراجع نسبي كل هذا وارد كرد فعل آني لكن على المدى البعيد أنا أعتقد أن اللاجئين سيثبتون قدرتهم على البقاء وعلى الدخول في المجتمع الألماني والمعيشة فيه لكن ماذا لو اعتمدت ميركل أو استجابت لمطلب الأمين العام للحزب المسيحي الاجتماعي حين يقول بأن حق اللجوء ينتفي بانتفاع أسباب اللجوء وبالتالي يدعو إلى ضرورة إعادة اللاجئين الذين حصلوا على حق اللجوء إلى أوطانهم عندما تنتهي الأزمة هناك هذا ليس بجديد وقد حدث أصلا حتى مع اللاجئين من تشيلي وحصل مع اللاجئين من أفغانستان ومن إيران ومن غيرها وفي كل مرة كانت تتحرك كل المؤسسات العاملة مع اللاجئين والأحزاب المؤيدة ومؤسسات حقوق الإنسان وتبحث في المواضيع الاجتماعية وخصوصا أوضاع الأطفال الذين ولدوا ونموا هنا وتنتهي المشكلة وأيضا هي قضية يمكن استغلالها للانتخابات لكن في الواقع هي موجودة في قانون اللجوء الألماني منذ صدوره أصلا قضية الإعادة ولكن أين هو التنفيذ خلال ما يزيد على خمسين عاما إذن إذا كان حزب البديل نجح في ولاية ألمانية ليس فيها عدد كبير من الأجانب ولا من اللاجئين فما هي الأسباب الحقيقية التي جعلت هذا الحزب يحرز هذا التقدم بخاصة على حزب مالكي الجواب لربما في هذا التقرير حزب البديل من أجل ألمانيا نجح من خلال استخدامه حملة مضادة لكل ما هو غريب وهذا رغم أن نسبة الأجانب في ميكلنبورغ فو بومان لا تزيد عن 2.4% ومعظم الأصوات حصدها حزب البديل من أجل ألمانيا في المراكز السياحية مناهضة الإسلام والخوف من الإرهاب والبرقع والبركيني كبير رغم أنه لا يكاد يوجد مسلمون هناك ففي عام 2015 استقبلت الولاية 2% فقط من مجمل اللاجئين في ألمانيا مناهضة لأوروبا واليورو في حين أن ميكلنبورغ تستفيد من أموال الدعم من الاتحاد الأوروبي عبر نهجه المناهض يخاطب حزب البديل من أجل ألمانيا الناخبين المحتجين ف35% من الأصوات التي حصل عليها الحزب أتت من ناخبين كانوا سابقا ممتنعين عن التصويت ولكن هل يستطيع الحزب إقناع الناخبين على المدى البعيد؟ هذا سؤال وجيه ولكن قبل ذلك أكتم سليمان لهذه الأسباب نجح حزب البديل في ولاية ميكلنبورغ فور بومارن حيث للإشارة فقط توجد الدائرة الانتخابية للمستشار أنجلا ميكل ذكرت ريني هذا الكلام وذكرت تقرير نقطة أن هذه أقل الولايات ربما استيعابا للاجئين لكن هذه هي نقطة ذكرنا أن اللاجئين ليسوا قضية أن الخوف من الشيء أهم من الشيء نفسه طيب ما هو هذا الخوف؟ بالعكس إذا أراد الحزب البديل من أجل ألمانيا أن يتعمق في القضية أكثر سيكتشف أن أكثر من نصف اللاجئين أقرب إليه فكريا من قربهم إلى أغلب الحزاب الألمانية كيف؟ بحث قامت به مجلة ألمانية ضريف جدا قم في المحافظة قم في التمسك بالانتماءات القومية والدينية وما إلى ذلك وهم أبعد ما يكونون عن فكر اليساري وما إلى ذلك لكن هنا في ألمانيا يحول الجميع إلى لاجئ إن أكون محافظا ويمينيا وإسلاميا في بلدي آتي إلى هنا فأصبح لاجئا أحظى بعشق اليسار وحزب الخضر لكن في الحقيقة أنا أقرب فكرا إلى ربما المسيح الديمقراطي أو البديل أجل ألمانيا أو غير ذلك هناك مقطع ظريف في اليوتيوب عن لاجئ سوري يتصل بأمه ويقول لها أنه تزوج صديقته الألمانية لن أروي لك البقية لأنك يمكن تتخيل كيف كان رد فعلها على الهاتف فنعود إلى الجدية الموضوع الخوف من الشيء أهم من الشيء نفسه اللاجئ ليس حوت ولا دلفين ولا إنما بشر مثلنا مثله له آراء قد تكون أقرب كما ذكرت إلى المينو المحافظة إذن أين هي المشكلة؟ المشكلة التي لا نتعامل معها هي فقدان الثقة في السياسة أعود إلى فقدان الثقة بالسياسة جاء اللاجئون فتبين هذا شرعية هذا الفقدان للثقة وانطلقت العملية لذلك كما ذكر الدكتور ياقوي بالنسبة لموضوع الحزب البديل من أجل ألمانيا إذا بقي معلقا أو معلقا آماله على قضية اللاجئين سيضمحل خلال فترة قصيرة جدا إذا نجح في ربط سياساته بفقدان الثقة بشكل عام في ألمانيا من الأحزاب النخبوية وهي تعطيه الكثير من الأوراق سيكون لهم مستقبل كبير ومستقبل باهر لكن موضوع النجل لكن لربما هناك الأرقام تناقض ما تفضلت به من تحليل الآن يقال بأن حزب البديل من أجل ألمانيا لم تكن لديه أي شعبية ولم يكن مؤهلا في استطلاعات الرأي لدخول أي برلمان من البرلمانات عندما راهن على النقاط التي ذكرت التشكيك في اليورو التشكيك في مصداقية الأحزاب التقليدية وعندما وفقط عندما استخدم ورقة اللاجئين أصبحت لديه شعبية النقطة مهمة لكن مرة أخرى ما الذي كشفته قضية اللاجئين تقولون في هذه الولايات لا يوجد لاجئين لا توجد إشكاليات أو أقلية مع اللاجئين برليم ملأة باللاجئين ستكون نتائج مختلفة بالمناسبة لن تكون شبيهة بتلك طيب ما السر؟ السر هو في قضية نعم هو يعيش من فقدان الثقة بالسياسة لكن فقدان الثقة بالسياسة لا ينجح كشعار انتخابي تحتاج إلى مثال إلى مثال صارخ اللاجئون مثال صارخ امرأة محجبة رجل أسمر يسيرون في الشارع هو يسير متران إلى الأمام خلفهم خمسة أطفال الصورة النموذجية الصورة التي منطبعة في عقل اليمين الألماني أو الشعب والألماني هؤلاء هم الأجانب هو لن يرى المهندس ولن يرى المرأة المتحررة هو يرى هذه الصورة ويربطها بأشياء أخرى لذلك عملية استغلال اللاجئين والأجانب قبل ذلك كانوا أجانبا فأصبحوا عربا في فترة ما كانوا أتراكا فأصبحوا عربا أصبحوا مسلمين في فترة من الفترات والمسلم هو أيضا مسيحي عربي بمناسبة أيضا هناك مسيحيون بين اللاجئين يصبح مسلما بالمعية يؤسلمونه على الطريق والآن نتحدث عن ظاهرة اللاجئ يعني لم يعد المسلم ولا العربي ولا التركي اللاجئ هو المشكلة والآن إذا جاء اللاجئ من أمريكا سنرى إذا كان سيكون مشكلة إذن هنا تكتشف أن هناك الكثير من التكاذب من هذه الأحزاب الشعبوية والكثير من التكاذب من الأحزاب النخبوية كان على ميركل ذكرنا أكثر من مرة كان لا يمكن أن تقوم بعيش فعل آخر لكن تكون صادقة مع شعبها لدينا تحدي كبير لا نعلم إن كنا سننجح لكن هذا هو التحدي هذه هي المؤشرات لربما الرئيس الألماني يؤخيم جاوك أدل بدلوي في هذا المجال وقال لا أتصور رئيس دولة أو زعيم دولة يقول جملة غير هذه يعني تحدي كبير ويقول لربما ننجح أو لا ننجح قد تكون لذلك آثار سلبية على المشروع برمته عندما تخرج ميركل في مؤتمر صحفي لها أن تتكلم ما يقوله لها المستشارون الصحفيون من شعارات فارغة كشعار اسمه سوف ننجز هذا لكن ميركل ليست فقط إنسان يخرج في الإعلام ميركل عضو في حزب وزعيمة حزب له دوائره الانتخابية المحلية في أقل الدوائر في الأحياء في القرى في كل المناطق كان يمكن نقل السياسة إلى كل هذا بدل من الخروج في المؤتمرات الصحفية وترجمة شعار للأسف نكون صريحين شعار سوف ننجز ذلك هي ترجمة حرفية لشعار بالإنجليزية اسمه خرج به باراك أوباما شيء من طيب إذن الواضح والأكيد هو أن أستاذ نبيل ألمانيا تواجه تحديا كبيرا اسمه حزب البديل اليميني الشعبوي وهذا ما قالت وميركل أيضا في خطابها الأربعاء في البوندستاك هل تتجه ألمانيا لكي تكون مهيئة للتقبل أو للقبول بوجود حزب مثل الجبهة الوطنية في فرنسا وأقصده نجتماعيا بطبيعة الحالة هذا ممكن بالطبع وأعتقد أنه حزب البديل لا يثير فقط يعني مخاوف الأحزاب بسبب العملات الانتخابية أنا أعتقد أن نشوء هذا التيار مثل مثلا بيجيدا التي فجرت هذه الأوضاع كلها ضد اللاجئين ضد الإسلام والأخر وجذبت جمهورا كبيرا امتصهم أو جزء كبير منهم حزب البديل مخاوف أنها تؤثر على كل العملية الديمقراطية ولكن في اتجاه سيزيد من تفاقم الأزمة لماذا؟ لأن هذا الحزب رحب به من بعض قوى المحافظين لأنهم رأوا فيه قوة لا تتحدث عن تحسين الأحوال الاجتماعية لا تتحدث عن تغيير قوانين الضرائب لصالح العاملين للهياة الشعبية فقط جذبت كل أنظار الناس ليس من أجل مجتمع أكثر عدالة وأفضل وإنما فقط لعدوه متخيل متصور وعمليا غير موجود هذا حزب البديل أنا في أعتقاد الإشكال يقوم في أنه هناك أزمة في استراتيجية الحكم في ألمانيا لنا عشرات السنين نتحدث والأستاذ هيثم تحدث عنه أكثر تحدث عن الموضوع مشكلة المعاشات مشكلة الأجور مشكلة نظام الضرائب قضية قضية الضرائب على الأثرياء قضية ضرائب ضريبة الكوريث مثلا كلها مشاكل محلولة في الولايات المتحدة ولكنها غير محلولة في ألمانيا تمسك بعض الطبقات المالكة بمصالحها بلا مساومة إذا كانت تشبيه بالولايات المتحدة الأمريكية فالوضع لربما أصعب سيكون في ألمانيا لأن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو اليمين الشعبوي بشكل أكبر بكثير منه في ألمانيا لا وهنا عندنا ترامبات مش ترامب واحد عندنا أكثر من ترامب موجود هنا ويمارس عمله بحرية شديدة جدا المشكلة أنه الناس لا ترى حلول للمشاكل لا ترى بديل منذ متى أنا أعتقد منذ عشرين سنة يتحدثون عن أو خمسة وعشرين سنة يتحدثون عن المعاشات التقاعد في شرق ألمانيا أقل منها في غرب ألمانيا ولكن لا لا يحدث تغير هذه الحكومة والمؤتمر المحافظين الألمان حزب ميرج من عشر سنين وعد بأن يحل المشكلة لا يحصل أي حاجة في الموضوع وهكذا هؤلاء الناس يدفعون حسب فهمهم لمصالحهم الاجتماعية للاحتجاج فينظرون إلى حزب يعارض الحكم سواء اشتراكي ديمقراطي أم مسيحي ديمقراطي وهكذا دعني أسمع تعقيب الأستاذ ريني في هذا الإطار في نفس السؤال أنه لما الحزب البديل طرح المواضيع زي الأورو وغيرها لم ينجح وعندما طرح قضية اللاجئين نجح الشعب أو العشرين بالمئة من الشعب التي لا تجد أسباب للثقة في الحكومة ليست بالضرورة على وعي كافي بالأسباب الحقيقية لهذا الرفض يعني الأسباب الحقيقية موجودة أنا أتكلم عن الوعي بهذه الأسباب والاعتراف بعدم انتماء الكامل لهذا المجتمع لأنني لا أحصل على كل المميزات الموجودة في هذا المجتمع هذا الاعتراف الذاتي صعب إذن أنا أفتش عن أسباب أخرى أعبر بها عن رفضي لهذا النوع من السياسة والأسباب وأكثر سبب ممكن أن يحرك الإنسان بالغريزة هو الخوف أقوى غريزة موجودة في كل العالم هو الخوف فالحزب الشعبوي اللي يستغل قضية الخوف يصل لهؤلاء الناس لكن إلى بتا لكن هل هل يتحول لاجئ هل سيدفع التمن في نهاية المطاف لكل هذا الجدل السياسي إلى أي مدى يمكن جزئيا جزئيا بالتأكيد لكن لست أرى كثيرا لأنني لا أرى تغييرا جذريا كما قيل في النظام السياسي نفسه أنا أرى أن هناك قد يكون هناك تراجعات من الحزب الديمقراطي لكن سيقف الحزب الاشتراكي في مواجهتها سواء عن قناعة أو عدم قناعة بسبب حسابات الانتخابات القادمة فسيكون هناك صراع داخل الائتلاف على هذا الموضوع مما سوف يحد من إمكانيات تغييرات جذرية تؤثر على اللاجئ نفسيا للاجئ يتأثر يعيشون حالة من الخوف يعني يعيشون حالة من الخوف وقد تحدثوا إلى كثيرين منهم يشعرون بخوف يقرؤون خبرا في الانترنت صحيح يولد لديهم حالة من الخوف لأيام لأيام طويلة يعني هناك خوف على مستقبلهم يمنحون الآن إقامات لسنة واحدة هم يشعرون بالخوف فعلا وهم على حق بهذا الشعور بصورة عامة طبعا لكن إذا تكلمنا سياسيا أنا لا أعتقد أنه سيحدث تغيير جذري يبرر نتائج هذا الخوف والعمل مع اللاجئين من منطلق الثقة حتى لو كانت التمثيل غير دقيق عندما كنا نعمل مع اللاجئين القادمين من لبنان قبل أكثر من 30 إلى 40 عاما في ذلك الوقت لم يكن عندهم أي أمل في البقاء في ألمانيا وكانوا فعلا بعد انتهاء رفض طلب اللجوء يسفرون إلى لبنان وهو في قمة الحرب هذا كان واقع بالرغم من ذلك غالبية العرب اللي موجودين الآن في ألمانيا هم لاجئين لبنان ولكن هناك ارتكبت أخطاء كبيرة جدا لم يعلموا أبناءهم كما يجب لم يتفرغوا لم تمنح لديهم الفرصة للعمل ولتعليم أبنائهم كما يجب كما يريدون وكما يحلمون ظلموا هؤلاء الناس هنا في ألمانيا ظلموا جدا بس أنا ذكرت فقط قضية الإقامة لأن الخوف أنه إقامتهم غير مضمونة ذكرت مثال نقيد وصعب وكان شبه مستحيل لكن هل سيواجه المهاجر السوري والعراقي والأفغاني نفس المصير الآن يعيش في حالة من الخوف تجدد له الإقامة أو الدولدون كما يسمون لفترة لغاية الآن الدولدون ليس مشكلة عندهم لكن لفترة ممكن لكن أنا لا أعتقد أنهم سيواجهون هذه المشاكل لأنهم أعطيوا إمكانية تعلم اللغة الألمانية من البداية لم يحدث مع لاجئي لبنان التعلم اللغة الألمانية يتيح لهم فرصة العمل حتى لو كان في البداية أعمال بسيطة لكن العمل يؤدي للإندماج في المجتمع بالضرورة إذن سنعود إلى المعضلة السياسية التي تواجهها ميركل وسنستمع إلى بعض استطلاعات الرأي التي أفرزها ذلك النقاش داخل حزب المستشار الألمانية بعد النتائج المخيبة في ميكلنبورغ فور بوميرن طبعا لذلك علاقة بسياسة اللجوء أنا رئيسة الحزب وأنا المستشار وفي نظر الناس لا يمكن الفصل بين هذين المنصبين لذلك أنا أيضا مسؤولة عن هذه النتيجة ورغم ذلك أرى أن القرارات التي اتخذتها صحيحة في الأثناء أصبحت لدى الناخبين نظرة مختلفة تماما السيدة ميركل فقدت السيطرة تعتقد أنه يمكن لكل شخص القدوم إلى هنا وفعل ما يريد أعتقد أن وقت أنجلا ميركل قد انتهى في استطلاعات الرأي الأخيرة تراجعت شعبية المستشارة إلى أدنى مستوى منذ خمس سنوات وحتى داخل حزبها بدأ الكثيرون يطالبون بتصحيح سياسة ميركل فهل فقدت ألمانيا ثقة في المستشارة أنجلا ميركل كيف يمكن الإجابة على هذا السؤال أكتم تعني أجيب بشكل عام جدا 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 لأن الأسئلة الصغيرة لم يعد بالإمكان الإجابة عليها بسهولة درس لنا ما يحدث في ألمانيا ما يحدث في غيرها درس لنا ما اعتبرنا أنفسنا عرب مسلمين عالم ثالث سميها ما شئت يجب أن تكون حريصا على أن لا تكون لاجئا في أي مكان وسائحا في كل مكان فتعيش بهنا ما دمت أنت اللاجئ وغيرك السائح ستبقى تسأل وتسأل ويسأل عنك على هذا المستوى فعلا يعني كلام وازن أدى به أكتم في معرض جوابه هناك إشكالية لدى الحزب المسيحي الديموقراطي هو إيجاد بديل لميركل هل من السهل إيجاد بديل لها والانتخابات على الأبواب هذا صعب بدليل أننا لا نجد رأسا في ارتفاع رأس ميركل في الحياة سياسية في أوساط المحافظين ولا يمكن أن يكون زي هوفر وهو زعيم حزب الاجتماعي في بافاريا بديلا لخطه السياسي المناقض ولكن المهم أن يأتي شخص يريد أن يحترم القانون الدولي ويريد أن يعمل من أجل السلام ولا يدخل في استفزازات ضد روسيا وضد أي دولة أخرى هل أصبحت ميركل عبئا على حزبها وباختصار لو سمحت أستاذ ريني هي في المرحلة الحالية بدون شك ولكن الأحداث السياسية تتغير بسرعة مع سرعة الزمن الذي نعيشه ولذلك يصعب جدا القول الآن كيف سيكون الوضع بعد عام إذن أشكرك أستاذ ريني وأشكر الضيوف الكرام هنا في الستوديو والشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا على كرم المتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر